وفقاً للأمم المتحدة يستضيف الأردن نحو 657 ألف لاجئ سوري والعراق 233 ألف فيما يوجد في مصر نحو 123 ألف لاجئ أما باقي الدول العربية فهي تستضيف 26 ألف سوري فيما عدد اللاجئين في أوروبا يصل إلى نصف مليون لاجئ الجزء الأكبر منهم في ألمانيا تليها السويد ليبقى لبنان في طالعة دول العالم في استقباله اللاجئين السوريين اليوم كيف ستساهم فرنسا في إيجاد حل لأزمة النازحين ليس من قبيل الصدفة أن يشدد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون قبيل سفره إلى باريس لصحيفة فالور اكتيال الفرنسية على موضوع النازحين السوريين مرجحاً أن تحل قضيتهم قبل انقضاء عام 2018 فملف ما يقارب مليونين ونصف مليون نازح سوري إلى الأراضي اللبنانية كان الأثقل في حقيبة عون إلى الأليزي نظراً إلى تعظم هذا الملف وارتداداته المالية والاجتماعية والأمنية ريهان فخامة الرئيس أن فرنسا تلعب دار سياسي مع الاتحاد الأوروبي ودار مالي كمان مع الدول الدعمة للبنان وجهة نظر لبنان يفترض على أنه النازحين السوريين العودة الآمنة إلى السورية لأنه إذا نظرنا إلى أسباب النزوح السوري نشوف على أنه 60% من أسباب النزوح السوري هو سبب الاشتباكات والأمنية بسوريا وكون حالياً أنه الاشتباكات انخفضت بشكل كبير جداً وفي مناطق كتير آمنة أصلت أنه عودة الناس حين السوريين لهذه المناطق صار أحد الإمكانيات أو الاحتمالات الموجودة وعندك فقط 33% من النزوح السوري هو سبب السياسة موقف الأوروبا بشكل عام كان أصلت أنه العودة بعد إيجاد الحل السياسي بالمنطقة حين ذلك نتكلم عن العودة المالية في عام 2014 فتحت أوروبا جزئياً أبوابها أمام هؤلاء اللاجئين فمن أصل أربعة ملايين وتسعمائة ألف نازح سوري منتشرين في العالم اتفق أن يتكفل الاتحاد الأوروبي بأربعمائة وثمانين ألفاً أي ما يقارب عشرة في المئة لكن دول الاتحاد الأوروبي لم تستقبل سوى مائة وثلاثين ألفاً استقبلت فرنسا منهم ستة وعشرين ألفاً أي ما لا يتجاوز خمسة في المئة اليوم تبدي باريس استعدادها لمساعدة بيروت كيف وهي التي لم تستقبل سوى خمسة في المئة منهم فرنسا بتقدر تساعد بهدة مجالات سياسياً بقبول الرأي اللبناني بالعودة الأمنة والثانية بتقدر تساعد بالقمة التي بتعملها كمير تقديم المساعدات هل فرنسا هل هي بطور تحضير مؤتمر ما؟ يعني مش الموضوع الناس حين فرنسا إذا بدت تساعد هي عبت تحكي بمؤتمرين في مؤتمر بيكون كمير قصة النزحين السوريين بعد القرارات النهائية ما ظهرت حكى عن قصة المؤتمر بيريز أربع كمير مساعدة لبنان مالياً واقتصادياً ومن ضمنها أكيد بيكون قصة الملف النزوح السوري هو أحد الملفات الرئيسية بالموضوع وعود دولية كثيرة أطلقت في الماضي على رأسها ما جرى في لندن وبروكسال وجميعها بقي حبراً على ورق فهل تصدق أوروبا وفرنسا تحديداً وتجد ترياقاً شافياً للمعضلة السورية؟ دارين دعبوس قناة الجديد